يا حبايب باقي أربعة أيام بس على التاريخ اللي قلت لكم عليه اللي رح يزيلكم بآخر فيديو على قناتي رح يزيلكم الساعة بـ 12 فاحفظوا هذا التاريخ زيني يا حبايب طعم فجروا مقطع باللايكات واللي تسلسون هذا التاريخ اللي لازم نحرك به اليوتيوب هذا اليوم الخبر الأول اللي عادنا عن وسام تيكيت واعلانا إنو ياسو رجعت فريق فافا نبولي فوسام نزعل حسابة بالإنستجرام هذي اللي ستوري وهذي اللي ستوري تحط بهذه الصورة المصغر اللي كانت ياسو بي على اليسار وهذي يعني إنو رح ينزلوا المقطع سوية لح تكون ياسو بهذا المقطع طبعا مقطع رح يزيلكم الساعة بالأربعة فاكتبنا أحباب بالكومنتاتات وقوان ياسو رجعت أو لا ننتقل حاليا القمر مار اللي كشفته بوايا حقائق فبالبداية يا حبايب واي من المتابعين كان قاعدين يسئلوها القمر مار إنو هذا التكتوك اللي صورته كان هناك شخص لازم لها مثل شوكولاتة فسألوها إنو من هذا الشخص هلو خطيبة حبيبة أنت مرتبطة فيردت عليهم بالإستجرام اللي بعده إنو يطلع هو شخص المصور مالته لا حبيبه ولشي وبالإستجرام اللي بعده واحد زيقال هشقد عمرت فالإستجرام اللي جوابت علي إنو عمرها 15 ولكن عمرها حقيقي 35 وتحط لي جوا قلب مكسورة يعمل واضح إن هي مذاقة وكوشين مضوطة كنا نعرف بهذه الفترة وبالإستجرام اللي بعده واحد معهم طلب صورة بينه وبين نور مار فهي حطت هذه الصورة التي كانت كاتبة عليها الصورة خصتها قصة كنا تعبانين الفليك أشكالنا فنور مارد عليها الله يزدقني على شقد ما بكيتي بهذا اليوم وشقد ضحكنا كتبولا أحكين القصة فقامنا ردت عليها قلت لك قديشك فضيحة يا جماعي يعني كنت مضايقة ووجا نور طلعنا وغير جو حقي صح ولا لا وهذا يا حباب طلعت وردت على شوية الشاعات اللي قاعد يتهموها أنه يسوي عمليات تجميل فلزت هذا الاستوري كاتبة بي لها جماعي عمري بعد 15 سنة جمالي طبيعي وبالاستوري البعض حطت محادثات بينه وبين اسو الذي يتفقون بأنه يلتقونه مع بعض ولكن يا حباب اعلنت بهذه المحادثة أنه بالشتاء هي راح تسافر وتجي التركيا راح تضل تقريبا أسبوعين واخر شي ختم القمر ماري يا حباب بهذا الاستوري كان تثبش به كاتبة هذه حالتي ننتقل حاليا الزياد وفضيحته الغيث مروان وصور قديمة إليه شبوية غريبة فخصا يا حباب كلها بدت لما هو غيث مروان تحدى غيث مروان أنه الريز اللي نزلها يوصل ل5000 تعليق وطمع الريز وصل 6000 تعليق والعقاب كان لازمينه أخوه غيث مروان حل الصورة الزياد صورة محلوة إهلا بالصورة المصغرمة للحسابة وبعد الزياد طلع أوراد عليهم بالاستوري مالتا حطوا شبوية صور لغيث مروان الصراح الصور كانت تضحك قديمة بعد نشوفوا الستوري للردبي يسعد صباحكم كيف كون شو أخباركم الزلم بعيد عني وما لي خالص منه على كل حال يا أبو الغيث تيتو حبيبي أنا ما ليزعلان منك لأنه أنت بطيبة تقلب بس الندل لي قدامك هو اللي عم يحركيش على كل حال يا أبو الغيثة لأيام بيناتنا يا حبيب ما لي نسيان لك ياها هاي واحد اثنين اللي طلب مني الصورة تبع غيثي اللي نزلتها بالريل أنا هاي كواليتي لح نزلكون ياها بستوري لي بعدها اتمنى يا حبيبي بالكومنتات شاركة وهذا الخبر والصور اللي طلعت على غير ننتقل حاليا المفاجآت اليوتيوبر ونبتدي محمد جواني اللي أعلن أنه هو لغنية جديدة مالتصارة جاهزة فاش قامت حمسين إلهم أما بالنسبة للغايدر في نزل هذا السوري كاتب حبيبي والله المفاجأة رح بقيها مفاجأة ما رح أحجع عليها لحد آخر يوم حتى تتحمسون بس رح تكون لكو حفلة راب وداعية عن قريب رح تكون باسطنبول طبعا أغلب المتابعين هوا يستغربوا من الكلام اللي قالوا صارت وقعوني شون القصده بحفلة وداعية هل يعني حيطة تركيا وستفر البلد ثاني؟ ما دركتبنا يا حبيبي بالكومنتات شون توقعتكم لهذا الموضوع وبس الله حبيبي بالنسبة للمقطعات ومقاطع أرجوكم نتحطون لك شركوا بقناة تاريخ أحداش ثمانية يعني بقى أربعة أيام خلي ببالكم يا حبيبي بفجرة المقطع ملكات واستنوا ذاك المقطع وبس مع السلامة اشتركوا في القناة